فيلم فيوري تبدأ قصة الفيلم بالحرب العالمية الثانية وبهذا الوقت كانت الأسلحة والدروع والدبابات الألمانية أقوى من الأمريكية لأنه كانت الأسلحة الألمانية أكثر تطور وأكثر قوة وهذا الشي سببه هواية خسائر للجيش الأمريكي وأضعف القوة مالته وهذا ستبدأ أحداث الفيلم بأبريل سنة 1945 ويجنود الأمريكيين وحلفائهم وهم يواجهون النازيين بقلب ألمانيا أو هاي إلى أثناء يجي جندي ألماني يراكب على أحصان ويفوت من نص الدبابات الأمريكية فيطلع شخص ويقتله وهذا الشخص يكون اسمه دون وهو قائد الدبابة الوحيدة اللي نجت من الدمار الألماني فدون يفوت للدبابة ولما يفوت نشوف واحد من جنوده وهو دي يحاول يصلح الدبابة على مدطعون من المكان اللي هم بيه لأن الدبابة خاضت حرب ويكتيبة ألمانية تسمى كتيبة الأس اس وبعد فترة قصيرة يقدرون يصلحون الدبابة فيبقون يمشون بالأراضي المحرمة الحد ما يوصلون للقاعدة الأمريكية ولما وصلوا القائد دون يشوف جنوده وهم محزينين على وفاة أصدقائهم أثناء الحرب بعدها القائد دون يقول الجماعته احنا ما عدنا وقت للحزن والبتشي ولازم نجهز روحنا على مدن نرجع للساحة الحرب مرة ثانية ويقول لهم الجندي يا أم يموت أو يفوز بالحرب ويعوفهم ويروح بعدها يروح المكان معزول وما أحد يشوفه فيبقى يبتشي لأنه خسر البعض من الجنوده وهو ما قدر ينقذهم وبهاي الأثناء يرجع دون فيلتقي بجندي شاب واسمه نورمان وهو يريد يدخل الفريقة بمكان أحد الجنود اللي ماتوا عنده لكن جنود دون لما يشوفون نورمان يعرفون أنه هو ضعيف بالحرب ويبدون يسهزؤون ويضحكون عليه فينطوه المي ويقولوا ليغسل الدبابة لأنه أنت ما راح تفيدنا بالحرب غير بهذا الشي وبالفعل نورمان يأخذ المي والوصله ويدخل بداخل الدبابة ويشوفها وهي مليئة بالدم لكن ما يتحمل الدم الموجود بالدبابة ويطلع بسرعة ويقوم يستفرغ لكن هو ينجبر يرجع للشغل مرة ثانية وبهاي الأثناء دون يشوف أسير ألماني لازمي جيش الأمريكي فما يتحمل ويهجم عليه على مودي وقتله لأنه هذا الجندي من نفس كتيبة الاس اس اللي قتلت جنود دون بس الجنود يمنعون دون وبهاي الأثناء دون يروح على نورمان وينطي بندقية ويقول له إذا شفت أي جندي ألماني من هاي الكتيبة اقتله بدون أي تفكير بعدها يؤمر جنوده أنه يعلمون نورمان طريقة اطلاق النار واستخدام البندقية وهنا تجي مهمة لدون وهي أنه يروح يحرر كتيبة أمريكية اسمها بايكر وهذه الكتيبة من الفيلق 41 وهي بتكلفوا بهذه المهمة لأنه هاي الكتيبة محاصرة من قبل القوات الألمانية وهذه الكتيبة ما عدهم أي حل ثاني حتى يطلعون إلا بدعم ومواجهة للألمان وبالفعل دون يوافق على المهمة ويأخذ الدبابات ويتوجهون إلها حتى يحررون الكتيبة الأمريكية من قبضة الألمان أنه يقتلون أي شخص يتحرك مهما تكون جنسيته ويقول لهم أن الخطأ ما مسموح عند القائد دون وبالفعل الكل يوافق على التعليمات ويمشون بالمهمة لكن هما ماشيون بالطريق يظهر جندي ألماني خاتل بين الأشجار وهو يضربهم صاروخ ويفجر أحد الدبابات وضرر الصاروخ يحرق الدبابة ويحرق قائدها وقائد هاي الدبابة ما يتحمل الحريق فيضرب رصاصة براسة وينتحر ولما يقتلون الجند الألماني دون يرجع على نورمان ويبدأ يغلط عليه ويضربه لأن الجهة اليمنى كانت من حماية نورمان ويقول له واجبك كان حماية الجهة اليمنى وانت ما قدرت تحميها واللي مات بسببك ويقول له انت تشينت كاتب أما حاليا فانت جندي واذا ما قتلت الخصم فالخصم هو رح يقتلك بعدها يكملون طريقهم ويوصلون للكتيبة بايكر وبهاي الاثنى يشوفون الضابط المسؤول عن الكتيبة والضابط يسعل دون ويقول له انتوا ليش رسلتوا أربع دبابات فقط لأنه أنا طلبت عشر دبابات على الأقل فدون يقول له القيادة رسلت خمس دبابات فقط وإحنا تعرضنا الهجوم على الطريق وانفجرت وحده فبايكر يبدأ يشرح المهمة لدون ويقول لكم مجموعة من جنودي محاصنهم وجيش الألماني وإحنا لازم نروح وننقذهم ويقول له ينتبه لهاي المهمة الخطيرة لأن الجيش الألماني عدهم صواريخ مضادة للدبابات والدروع بعدها يروح دون ويشرح المهمة الجنودة ولما الكل اتلقى التعليمات يتحركون الإنجاز المهمة وهم ماشين يدخلون أحد المناطق اللي مسيطر عليها الجيش الألماني فتصير بيناتهم معركة شريسة جدا ودون وجنودة كانت مشكلتهم الوحيدة أنه ما يقدرون يشوفون المدافع اللي جاي تطلق الصواريخ المضادة للدبابات لأنه الألمانيين كانوا خاتلين بين الأشجار فدون يؤمر جنودة أنه يضربون بشكل عشوائي وبالفعل يقدرون يدمرون كل مضادات الدبابات أما نورمان فيكون خاتل بالدبابة وهو خايف من الرصاص أو بعد وقت جدا قصير ومعركة شريسة قدر دون وجنودة يسيطرون على المكان فدون ينزل على نورمان ويقول لها أنت مو للحرب ومكانك مو هناك ونورمان يرد علي ويقول لها أني جندي مكتبي وما عندي خبرة بأطلاق الرصاص وقتل البشر لكن هنانا جنود دون يلزمون جندي ألماني من نفس الكتيبة اللي قتلت الجنود الأمريكيين واللي هي كتيبة الاس اس فدون يأمر نورمان أنه يقتل هذا الجندي وهو سوى هيتشي على مدخلية يتعود على أجواء الحرب بس نورمان يرفض أو دون يبدأ يصيح عليه ويضربه ويقول له إذا ما تقتله فأنا سأخليه يقتلك هناك لأنه هذا المكان مو للضعفاء ومو للعواطف بس للمرة الثانية نورمان يمتنع فدون يلزم بالقوة ويخلي المسدس بإيده ويطلق الرصاص ويقتل الجند الألماني ونورمان يرجع مصدوم وخايف بهاي الأثناء الجنود يشرحون النارمان عن دون وعن إنجازاته وشن السبب اللي خلاهم لحد هذا الوقت هم معايشين ويقول له أنه دون من أقوى قادة بالجيش الأمريكي وبسبب خططه إحنا ما متنا لهذا الوقت وما دخلنا معركة إلا فزنا بيها بعدها ييجي دون ويقطع كلامهم ويقول لهم إحنا بعد ربع ساعة رح نتحرك من هاي المنطقة ولما يتحركون يشوفون على طول الطريق جثث متعلقة وهي للناس اللي امتحنت عن القتال والدفاع عن مدنهم بعدها دون وجنوده يصلون للمنطقة اللي لازم يسيطرون عليها لكن ما يلقون بها أي أحد بس فجأة يصادفهم شخص واحد وهو جاي يتمشي فدون يتوجه عليه ويبدأ يأخذ من عنده المعلومات وقبل لهذا الرجال يحكي تجي رصاصه براسه ويموت ودون يعرف أنه هاي المنطقة بيها جيش الألماني وهم خاتلين بالبيوت فيبدأ يطلق عليهم النار والقذائف وبعد مواجهات عنيفة بين الطرفين يتقدمون بالمدينة ويستكشفوها بس أيضا يتحرضون للرمي للمرة الثانية ويموت كم جندي من عندهم بعدها يفجرون الأماكن اللي خاتلين بها الجيش الألماني أو لما يتقدمون يشفون مضادات للدبابات ويفجروهن ويأمنون الوضع بهاي الأثناء الألمانيين يطلعون قدامهم بس نورمان يأخذ الرشاشة اللي بالدبابة ويبدأ يقتل بيهم بدون خوف بعدها يطلعون الألمانيين وهم شالين راية الاستسلام ويكونوا إياهم نساء وأطفال صغار فدوني قرر يعوفهم وما يقتلهم لكن فجأة يشوف جندي من كتيبة الأس اس وهم اللي قتلوا أصدقائه فيقرر يقتله على مدين تقم من عنده أو هاي الأثناء دوني يروحوا إياه نورمان ويفوت الأحد البيوت ويبقون يدورون إذا أكوا جندي ألماني خاتل بالمكان بس دوني يشوف ابنية ويقول لها من وياك بالبيت فتقول لها أنا الوحدي وماكوا أي أحد ثاني ويايا لكن دوني ما يصدقها ويستمر بالتفتيش وهنا لنا يلقى ابنية ثانية خاتلة فيروح على هاي الأبنية ويقول لها ليش تشذبتي عليها فهي ترد عليها وتقول لها أنا ما ردت أقول لك لأنه أنا خايفة عليها بعدها دوني يؤمر نورمان ويقول لها أطلع وأنا راح أجي واراك وبعد وقت جدا قصير يطلب من البنات مي حار ويطلع بيض ويطلب من عدهن أن يسون البيض لهم حتى يأكلون لأن هما ما ماكلين من فترة طويلة وبالفعل البنات تبدأ جهز لهم الأكل بعدها نورمان يبدأ يعزف على لبيانو والكل ينعجب بالعزف مالته ولما يصر الأكل جنود دوني فتون للبيت ويبدون يضحكون على نورمان والبنات فدوني يقول لهم لا حد يقرب من البنات ويلمسهم وإذا صار هذا الشي فجثثكم راح تعفن بالبيت لكن هنا توصل رسالة دوني يا جندي ولما يروح يشوف بايكر اللي يقول لها لازم نسيطر على المنطقة قبل ما جيش الألماني سيطر عليها ويقول لها اكو قطار جايب امدادات للجيش لكنه هو دا ينطين معلومات يصر عليهم قصف جوي من الطيارات الألمانية والكل يقتل جوه الدبابات حتى ما يموتون أو لما يخلص القصف نورمان يطلع من جوه الدبابة وينصدم لما يشوف بيت البنية اللي كان يمهم مهدون بالكامل ويعرف انه البنات الاثنين ماتن فيهزن عليها ويبشي لكن دون ييجي علي ويقول له الحزن ممنوع بالقتال بهاي الاثناء يجي جندي اسمقراي على مديرون للمنطقة اللي لازم يسيطرون عليها لكنهم طالعين يصر عليهم هجوم جدا قوي واثناء الهجوم احد الدبابات الأربعة تنفجر وتبدأ معركة بينهم وبين الدبابات الألمانية بس الدبابات الألمانية تكون اقوى من دباباتهم وبعد معركة طويلة الألمان قدروا يدمرون ثلاث دبابات معادة دبابة تفيوري وهي اللي قاومت الحد ما دمرت الدبابات الألمانية بعدها يطلعون الجنود الألمانية من الدبابة ويحاولون الهروب بس هما ما يقدرون لان دون يروح عليهم ويقتلهم اثنينهم وبهاي الاثناء دون ينزل حتى يفحص الدبابة ويلاحظ انه لاسلك مالة الدبابة اتدمر بسبب القذيفة اللي ضربت دبابة دون ودون يعرف ان هو بورطة لان هو بعد ما يقدر يتواصل ويا المقر مالتهم على مدير سلولهم الدعم فيقرر يكمل الطريق لان المطلوب من عندي ينجز المهمة وهو الامل الوحيد الكتيبة بايكار وبقى الدبابة فيورة يتمشي لحد ما يوصلون لمنطقة ريفية معزولة بس فجأة الدبابة تدوس على لغم وينقطع الزنجيل مالتها فلما ينزلون يعرفون انه هما ما يقدرون يمشون بعد خطوة لانه الزنجيل متضرر كل شهواية وهو اللي يحرك الدبابة فدون يطلب من نورمان وكراي انه يفوتون على البناية القريبة عليهم حتى يأمنون انه ماكوا احد من الجنود الالمانيين لانهم اعتقدوا هذا كمين مسوي الالمانيين ولما يفوتون يشوفون انه هاي البناية هي مجرد مستشفى مليانة بجثث الالمان او هاي الاثناء اكراي يعتذر من نورمان اللي انشان قاسي وياه بالبداية بعدها دون يطلب من نورمان انه يأمن التلة ويبقى يراقب اذا ييجي اي الماني وبعد وقت جدا بسيط نورمان يشوف مجموعة شبيرة من الجيش الالماني ويرجع ركض على موضي يحذر دون وجماعته ولما يروح لدون يقول له انه مجموعة شبيرة من الالمان جايين باتجاهنا ودون يعرف انه هاي كتيبة اس اس اللي قتلت جنوده ببداية الفيلم وجنوده لما يعرفون يقررون يعفون الدبابة ويهربون باتجاه الغابة حتى يعملون على حياتهم لكن دوني قرر يبقى بالمكان الوحدة على مدينفذ المهمة بس الجنود يرفضون ويقولوا له احنا عندنا دبابة عاطلة وعتادنا قليل واللي واجهنا من اقوى الكتيبات بالجيش الالماني بس هنا دوني يقول لهم روح باتجاه الغابة واني رحبق اواجههم الوحدي لكن هنا نورمان يثبت شجاعته ويقول لها دون انا باقي وياك الاخر نفس وما رح اعوفك ولما الجنود يشوفون شجاعة نورمان يشجعون اكثر ويقررون الانضمام لدون ونورمان والكل يزيد حماسه وشجاعته للبقاء بارض المعركة فهنان يبدأ دوني يشرح لهم الخطة اللي رح يسووها وهي انه يجيبون الجثث الموجودة بالمستشفى ويلبسوهم نفس لبسهم وبعدها يخلوهم على الدبابة ويحرقوهم وهم سووا هيتشي على مدخدعون الجيش الالماني وعلى مده الجيش الالماني يتأكد انه ماكو جيش امريكي بالمنطقة ولما يصلون الجنود الالماني يتقربون يصعد الماني حتى يفتش الدبابة وهنانا يطلعون عليهم دون وجنوده ويبدون يقتلون اول مجموعة قريبة عليهم فيبدأ يخاف الجيش الالماني والبعض من عدهم يقدر يهرب باتجاه المناطق الامنة وبقد دون وجنوده يقتلون بيهم باستخدام رشاش الدبابة لكن بعد مدة معينة يخلص عتاد الدبابة فيطلع دون على مدجيب العتاد لكن الجنود الالمانيين يشوفوه ويبدون يهجمون عليه وللأسف دون ينصبه برصاصة بشتفة بس هو قدر ياخذ العتاد لكن هنا نتيجيهم قذيفة ويموت كراي بسببها وتبقى المعركة مستمرة الحد ما يخلص كل عتادهم وما يبقوا اياهم بس حتاد الاسلحة الخفيفة ويستمرون بمواجهة الالمان بدون ملل الحد ما واحد من عدهم ينضرب برصاصة وتوقع رمانة بداخل الدبابة لكن قبل ما يموت ينام على الرمانة على مدحم الجنود البقية بس بسبب اعداد الالمانيين دون وجنوده يموتون واحد وراء الثاني وبالاخير دون تجي رصاصة من قناص الماني ويتأثر بالاصابة ويوقع بداخل الدبابة واول ما يشوف نورمان يعتذر من عنده ويقول له انا اصف لانه انا ما قدرت انقذكم فنورمان يقول له انا راح استسلم لكن دون يقول له لا تستسلم لانه الالمان راح يعذبك ويقتلوك بس دون يقول له انا راح ادليك على طريق ويقول له انزل من الفتحة الموجودة جو الدبابة ويبقى خاتل حد ما جنود الالمانين يروحون لكن لما ينزل يشوفه واحد من الجنود الالمان بس هو يستخطي ويعوفه لانه ما عند اسلاح وهو خايف ولما يطلع الصبح نورمان يرجع للدبابة ويشوف دون وهو ميت بعدها يسمع صوت واحد جاي باتجاهه فيروح وياخذ المسدس على مد يحمي نفسه بس يعرف انه ذول جنود امريكان وهم جايين حتى ينقضوهم وبعدها يطلعون من الدبابة ويبدون يعالجوه وتنتهي قصة دبابة تفيوري وقائدها دون وجنوده بنهاية مأساوية هذا حسابي على الانستجرام تابعوني ورسلوه لأي فيلم يعجبكم وشي اكيد راح افرح كل شهواية باقتراحاتكم ولهنانة تكون نهاية الفيلم اشتركوا في القناة